قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بقي قسمان آخران أحدهما مهم لا يفوت لا يزال الكلام على الخطرات والثاني غير مهم ولكنه يفوت ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه فهنا يقع التردد والحيرة فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم وذلك بأن يعرض له أمران وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة ومنها هنا ارتفع من ارتفع وأنجح من أنجح وخاب من خاب وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت ولا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر نعم تعارض عندك أمران هذا وهذا فأيهما يقدم هنا الموفق من وفقه الله فليقدم المهم فهناك ما يسمى بفقه الأولويات يعني الأولى فالأولى الذي يرى أنه يعني أولى بهذا أو أقدم يعني بهذا من هذا وفقه الأولويات